تاريخ اليهودية متزامن مع نزول الإسلام فمنذ جاء الإسلام وبنوا صهيون يقفون له بالمرصاد ذاك ما تنبئ عنه أحداث التاريخ لكننا عندما نريد الحديث عن الصهيونية في العصر الحديث فإننا نستطيع القول إن تاريخهم جزء من تاريخ اليهود والصهيونية هي امتداد لما يقوم به اليهود منذ القدم وللصهيونية جذور تاريخية وسياسية منذ قيام حركة المكابيين التي أعقبت السبي البابلي ومرت بعد ذلك بمراحل كثيرة منذ تلك القرون وذلك قبل ظهور المسيحية وقبل ظهور الإسلام وبعده أما في العصر الحديث فقد بدأت نواتها الأولى عام 1806 حين اجتمع المجلس الأعلى لليهود بدعوة من نابليون بونابرت الذي حاول استغلال أطماع اليهود لتحريضهم على مساعدته في غزوه وثورته نحو اتجاهه إلى استعمار العالم الإسلامي والصهيونية الحديثة هي المنسوبة إلى تيودر هيرتزل الصحفي اليهودي النمساوي ترجمة نانسي قنقر